اشتركوا في القناة شاعر نظم حكمة في قصيدته يا وطني لشعري يا وطني او شي شي كنظم حكمة دريب الرياضية ايه واقعية خيالية ايه بخوي نظم حكمة بخوي شاعر شي واقعية كواتهر شعرك شي واقعية سؤالش كا غرض الشاعر نظم حكمة من قصيدة يا وطني التعبير عن رسالة طبعا تصر رسالة جي بيت بيامي جي بيت نظم حكمة للشعركي للشعركي بناوي يا وطني بيامي جي اجتماعية كو ملاياتيا سنقا همو واقعيك بيامي جي كو ملاياتيا نبي سؤالش تر المرسل في هذه القصيدة مرسل واته شي او الشعري نوسيا اكيد هالشاعر شعري ده نوسيخو باحث شعرينا نوسيا روائي يان كاتب هرده بي شاعر بي هر بري مرسل شا تمشاي سروي اسيلة كده كين اقر شعر بو شاعر راسا واقر نصبو واته نصربو كاتب راسا سؤالش كا غرض الشاعر نظم حكمة من قصيدته يا وطني باشا غرض الشاعر نظم حكمة ليا وطني غرضشي تيا غرض اجتماعي واصلاحي هم غرضشي ما بسا جي كو ملاياتي وهرواتساك سازي اياه سؤالش كا المرسل للنص نصكا طبعا نصرك درابو او صالي دي وزالو حفداجدا مادام نصر درابو شعرنيا كواته كاتب راسا شعر بو شاعر راسا نصبو واته نصربو او كاتب راسا سؤالش كا قصيدة يا وطني للشاعر قصيدة يا وطني اي كام الشاعر يا الشاعر نظم حكمة سؤالش كا نظم حكمة شاعر شاعرشي تسي اي عربة كردة تركة فارسة شاعرشي تركة نظم حكمة شاعر تركي سؤالش كا يعرض الشاعر يعرض الشاعر في القصيدة قضية شاعر تقضيكي بيشكاش دكا للشعركي طبعا قضيكي اجتماعية او لشعركي ده هيد وزالو حفده هجدا طبعا من شعرك منين مرام شعركي اجتماعي دير دوري شعري اجتماعي عادة تنذكري بكومري كلمة بنشاني باسي سياسته باسي لاني كومرياتي باسي علمه باسي بواند زاني كشعركا اجتماعي بازدكا لاناكي واقعي بازدكا سؤالش كا عبر نظم حكمة في قصيدتي عن معانات شاعر نظم حكمة للشعركي ده باسي معاناتي تسدكا معاناتي نخوشية واتا ازيتو ازاركاني نخوشية يعني نزانينة يعني فقيرية عن احتلالة اكيد فقرة سؤالش كا المرسل اليه في النص يا بنيا اياك أنت تكلم طبعا نص كاوادسPar يا بنيا اياك أنت تكلم مرسل اليه چي مرسل اليه شي واتا اشعر لو شي قتلا ايه او كاتب كدلي يا بنيا كاتل لو ابني قتي لدوا يا هاتيا كاتلو وصيت لبو كوراكي كاتا في هادلين المرسل اليه سؤالك المرسل إليه في الأبيات الأولى للقصيدة بداية بيتك أو طلبتك يا دنيا أو تسيده مرسل إليه طلبتك يا دنيا داويت تومكر أي دنيا كغلت طلبك مرسل إليه شيء أو الشعر لو شي قتلها لو دنيا قتلها سؤالك المرسل في النص هو مرسل شيء لو الشعر طبعا همتما شاي السلوى دكين أقل نص بو نثر بو كاتب أو صالي كهاتبو نثر بو بخشان بو كاتب راسل مرامق الشعر بو شاعر راسل سؤالك الغرض من النص غرض لو نصيته طبعا النص كتسون كواقعي بو ها الامتاع والتأثير نخل ها خلق الجمال الفني نخل التعبير عن معاناة ذاتية نخل التعبير عن رسالة الاجتماعية كتابيان الامتاع والتأثير ها خلق الجمال الفني او رومانسية وها التعبير عن معاناة ذاتية او رومانسية اخوناك ريهرسيك راسبا كواتا بس او نامو يعني او راسل سؤالك التعبير عن رسالة الاجتماعية واتا دربارين درباري بهم او رومانسية الاجتماعية كواتا دير راسة متفائلة قجبينة والله ما اقول كون مالاك وشي راقو وشي دلالت لا اقول هر نتان زاني قتابيان متشائم و يائس هردوك يكن هردوك يعني بدبختي و رجبيني و خرابي انا شكرا الشاعر لا همان كادا متشائم بي واروا و يائس بيكا هردوك يكن متشائم و يائسيكا كواتا بس متفائلة ناوان نامو كواتا متفائلة يعني هتاقلا معنى الشعر كشتينكا هندك زا بها البجار ناكان زاني كاما والامراس قصيدة ياوطني اي كام شاعر اي شاعر نظم حكمته سؤالك مرسل إليه تشي لو نصا لقلت ذاروني ساعة وبثينا ها باسي بثينا دكا بثينا ناوي آفرتكا ان شاء الله لوحدي تسوارم بالتفصيل باسي دكا ذاروني ساعة دليل بيم قتن لم قرن ساعتك لم قرن لقل بثينا كواتا او الشعر بوشي قتلها بو بثينا قتلها سؤالك كموضوع الرسالة في قصيدة ياوطني لنظم حكمة سوء الوضع باسي تسوزعك دكا خرابي وقزراني خلق كواتا لاني اقتصادي باس دكا لاني قيراني داراي باسي خرابي لاني داراي دكا سؤالك كمان يعرض الشاعر نظم حكمة في قصيدة الواقع الاجتماعي والاقتصادي ويدعو ابناء وطني الى باسي تسدكا بانقشا بو رولي نجتمان دكا بوي الشورج بكا وبوي تاكسازي بكا وبوي قوران كاري بكا كواتا همويا باسدا كلو ما ورد صحيح سؤالك ترفي النص الدعوة الى بناء المدارس والسير الى العلم هو آية بانقشكردن بو بنيادنانا وي مكتب كانو وهروها رويشتن بلو علم تسيا آية موضوع المرسلة يعني مرسل اقرب بمنطقيته ما شابكين قتابيان طبعا أوامان نابي لو سيهدرت مرسلش نابوتي مرسليان شاعريان كاتبا او يك رستيدورو دريجي دا كواتا مرسلش ناب باشا مرسل اليهش دائما كلمة كهاب نابي رستجي دورو دريج به كواتا رستيدورو دريج موضوع المرسلية سؤالشك قصيدة يا وطني تعبر عن معاناة الفقر فيه قصيدة يا وطني باسي ناخشي كاني هجاردكا لتشوي لا ايران لا لبنان لا سوريا لا زمان شاعر اكيد تركيا لبروي لشعري يا وطني ناظم حكمتيا ناظم حكمتي الشاعر تركيا السؤالشك اختاروا غرض الشاعر ناظم حكمت من قصيدته يا وطني ناظم حكمت للشعرك يا وطني مبستي تسبو مبستي آية آية تعبير عن معاناة ذاتية ناظم حكمت روماسية تعبير عن رسالة اجتماعية بلطاوة التعبير عن ايدولوجيا معينة عقيدة بلطاوة شاعر 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 سرور الشاعر لحالة وطني نخير آية فرح الشاعر لحالة وطني نخير ناظم حكمت بخوي در بدل اوارب والتأسف والتأسف اخوار دي لبر هجاري لولاتك بلاوب كأي راس لتأسف الشاعر لحالة وطنه الرديئة سؤالك الشاعر الذي عبر عن معاناة الفقر في تركيا هو أو الشاعر باسلا معاناة وإش وآزاري هجاري ذاكالة تركيا كام شاعر ايك شاعر تركيا أواني ترتركنيها شاعر كالترك شاعر كالترك وشاعر كاتب كالترك باقي ترهمي عربي كواتا ناظم حكمت سؤال الشاعر ناظم حكمت في قصيدة يا وطني يدعو أبناء وطني بوتي بانقش بو رول كان ينجتم عندك ناظم حكمت بوهي شورج بكان بوهي تاكسازي بكان بوهي قوران كاري بكان كواتا كل ما ورد صحيح سؤال شاعر قال الشاعر يا وطني يا وطني يا وطني وعللو التكرار النداء في السطر الأخير بوتي دوبارة بويتو يا وطني يا وطني لكو تاي شعرك كدا دوبارة بويتو سببك يتسي للدلالة على مادام زور دري يا وطني يا وطني دلالة للتأسف شاعر وحاجتي إلى التغيير نحو الأفضل وبيستي بوهي كحالتك برو قوران كاري بك برو باشتن كواتا أيو بي راس سؤال سؤال جد كمان المرسل في النص مرسل لون الصدا طبعا لنص كما كمان يشغل مثل ging متنبي بسيف الدولة اس période المرسل مرسل متنبي هناك متنبي بسيف الدولة هل نعم متنبي đây سابقا هنا قمنا باق اللعن سأت سؤال بخوة تاندس بيرم خوة تاندقال